أهلا بكم سنة خمسة في درس جديد من دروس مادة العلوم هنحل إن شاء الله مع بعض تدريبات سلاح التلميذ على الدرس الأول من المفهوم الأول احتياجات النبات الفصل الدرس الأول تابعوني على قناة العلم والمعلم السؤال الأول ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الأتي رقم واحد نركز مع بعض حبابي في الأسئلة دي عشان دي مهمة جدا ومن خلالها ممكن أفهم الدرس رقم واحد يختلف النبات عن الحيوان في طريقة حصولها على الغذاء أقول له هذه العبارة صحيحة ليه؟ لأن النبات بيصنع غذاءه بنفسه للحصول على إيه؟ على الطاقة لكن الإنسان أو الحيوان لا يستطيع صنع غذاءه بل يبحثان عنه السؤال رقم اثنين الجذر هو جزء من النبات ينمو تحت سطح التربة هذه العبارة صحيحة رقم ثلاثة تعتبر التربة من الاحتياجات غير الأساسية للنبات هذه العبارة صحيحة والدليل على كده أن هناك نباتات تنمو ولكن دون تربة السؤال رقم أربعة لا يصنع النبات غذاءه بل يحصل عليه من التربة لأن النبات بيصنع غذاءه بنفسه بتفاعل غذاء أكسيد الكربون والماء والأملاح اللي هو بيمتصها الجذر من التربة وبينتج لي الأكسجين وسكر الجلوكوز السؤال الثاني اختر الإجابة الصحيحة رقم واحد أي مما يلي ليس من احتياجات النبات الأساسية احنا قلنا أن النبات له احتياجات أساسية واحتياجات غير أساسية هنا هم بيقول لي الماء ثاني أكسيد الكربون ضوء الشمس الأكسجين طبعا نقول له إيه الأكسجين ليه لأن النبات لا يحتاج إلى الأكسجين لكنه ينتج الأكسجين في عملية البناء الضوء السؤال رقم 2 تقوم نقط بامتصاص العناصر الغذائية من التربة في النبات المفروض اللي موجود في التربة من أجزاء النبات الساق الأوراق الجزر الأزهار أقول له طبعا إيه الجزور هي اللي موجودة فيه داخل التربة السؤال رقم 3 تمتص أوراق النبات نقط من الهواء لتكون غذائها أوراق النبات بتمتص الأكسجين أم النيتروجين أم ثاني أكسيد الكربون أم الهايدروجين طبعا أقول له تمتص ثاني أكسيد الكربون في عملية البناء الضوية السؤال رقم 4 تقوم نقط بنقل الماء من الجزور إلى الأجزاء العليا في النبات الجزور الساق الأوراق الجزور أقول له إيه الساق هي اللي بتقوم بنقل إيه الماء والأنلاح من الجزر إلى الأجزاء العليا فيه السؤال رقم 3 أكمل باستخدام بنك الكلمات أنا عندي بنك الكلمات مكتوف في الإنسان والغذاء والأوراق والنبات هنحتاج الأربع دول عشان نكمل الأربع جمل دول رقم واحد يحتاج النبات والحيوان إلى الماء والهواء ونقط للبقاء على قيد الحياة أقول له الغذاء أسأل رقم اتنين يبحث نقط عن غذائه لكي ينمو طبعا الإنسان هو الذي يبحث عن غذائه لكن النبات هو الذي يصنع غذائه بنفسه أسأل رقم ثلاثة يعتمد نقط على نفسه لصنع غذائه إحنا قيلنا هدلوقتي اللي هو النبات أسأل رقم أربعة تمتص نقط في النبات ضوء الشمس الأوراق هي التي تمتص ضوء الشمس أسأل رقم أربعة أكتب المصطلح العلمي لكل من واحد الجزء المسؤول عن تثبيت النبات في الطربة اللي بيثبت النبات في الطربة هو الجزر وكمان دي لديه فايدة تاني إن هو بيمتص الماء والأملاح من الطربة ويوزعها إلى باقي أجزاء النبات أسأل رقم اتنين عملية بتحدث في النبات نتيجة تفاعل الماء وسنوكسود الكربون في وجود ضوء الشمس دي اسمها عملية البناء الضوئي أسأل رقم خمسة أي من الكائنات التالية يبحث عن الغذاء للحصول على الطاقة إحنا قلنا إن الحيوانات والإنسان دي كائنات مستهلكة أما النباتات والحشائش والعجب فدي كائنات منتجة للغذاء يبقى إذا نقول له مين أقول له رقم واحد اللي هو الأرنب بكده حباب قلبي ننتهي من حل تدريبات سلاح التنويذ على الدرس الأول صفحة خمستاشر بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفعيل زر الجرس لكسلكم كل جديد وإلى اللقاء